الحقيقة إنه اليومين دول كان فيه مهرجان فانس السينمائي ويعني أنارت المهرجان وكانت الحقيقة لها ظهور خاص وبريق خاص في هذا المهرجان الفنانة كيندا علوش كيندا علوش أم جديدة ألف مبروك لسه مخلفة من عدد قليل من الشهور جابت كريم ربنا يخليه والحقيقة إنها يعني قدرت إنها تخطف 48 ساعة وتسافر لأنه لها فيلم مهم في مهرجان فانس هو فيلم نزوح الصور كانت في كل مكان في السوشيل ميديا صورها وهي وقفة مع فريق العمل صورها مع زوجها عمر يوسف فكان فيه يعني تفاعل رائع من السوشيل ميديا والحقيقة الأهم إنه كيندا فعلا كانت عملة دور مهم في فيلم مهم عرضة في مهرجان فانس كل ما بيكون عندنا فنان له فيلم في مهرجان دولي إحنا بنبقى سعداء جدا وهذا الفيلم استقبل بترحاب كبير وعايزين نعرف نسمع قصته يعني ترحاب كبير جدا للفيلم تحية كبيرة كانت لكيندا علوش اللي عاملة دور رئيسي في هذا الفيلم والحقيقة نهاية عندها فيلم آخر عندها فيلم The Swimmers السباحات اللي حيتعرض فيه افتتاح مهرجان تورونتو يعني كيندا واضح إنها ذهبت إلى العالمية وعائدة بقوة يعني كيندا دلوقتي ما بين الأمومة وبين الأفلام الضخمة العالمية